طريق حامد لاعب طبعا زمالك ونجب المنتخب الوطني بمجرد معرف ان احمد سيد زيزو جدد ب12 مليون جنيه في الموسم في الفترة اللي فاتت وخد 6 مليون جنيه مقدم تعاقد طبعا قال ان هو لابد ان ياخد 17 مليون جنيه في الموسم هو بياخد 10 مليون جنيه وبالتالي في الموسم الواحد وبالتالي خلال الفترة المقبلة واثناء طبعا تمديد التعاقد هيكون طريق حامد في ازمة خلال الفترة اللي جاية بسبب طبعا رغبته في الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد نات زمالك طبعا بيترقب القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية بشأن ايقاف القيد فترتين وفقا لقرار الاتحاد الدولي طبعا بعد ازمة حسام اشرف اللي وقع لنادي الزمالك وقع لأحد الاندية الكاميرونية نادي نكوفو الكاميروني وبالتالي تم معاقبة اللاعب لمدة اربع شهور في نفس الوقت تم وفقا للاواحد الاتحاد الدولي حرمان نادي الزمالك من فترتين قيد يعني فترة الانتقالات الصيفية وفترة الانتقالات الشتوية وفقا لمصادر مهمة جدا داخل نادي الزمالك القرار بتاع بكرة هيتم تأييده يعني نادي الزمالك مش هيقدر يعني يغير في القرار حاجة وبالتالي اللعيبة اللي تم التعاقد معها هيتم اعارتهم وهم طبعا محمود شبانة وحمد النقاز وعمر كمال عبد الواحد للاندية الصاعدة للدور الممتاز وان كان حمد النقاز بيرغب في الانتقال الى النادي المصري علشان معين الشعباني كان بيدربوا في الترجي التونسي وبالتالي هوق بيقود فريق المصري البورسعيدي لكن في مشكلة في المبلغ المالي اللي بيحصل عليه حمد النقاز لان في النهاية نادي المصري حاطت سقف للتعاقدات يعني ما يعديش اكتر من خمسة مليون او ستة مليون جنيه وبالتالي هكون الى جانب وجود كريم العراقي كمان في مركز ظاهر الايمن فهيبقى في صعوبة في انتقال حمد النقاز الى النادي المصري في نفس الوقت كمان داخل نادي زمالك حصل طبعا مفاوضات ما بين الزمالك وكريستيان جروس المدير الفني الاصبق للزمالك واللي ليه 750 الف دولار نتيجة مرتب شهرين ومكافئة بطولة الكون فدرالية في محاولات لتخفيض المبلغ وانهاء الازمة بشكل ودي خلينا نشوف الا هيتم الى جانب طبعا تم تخفيض مبلغ اللي كان بيطلب بباتشيكو من ادارة نادي زمالك وهو 1.700.000 دولار تم تخفيض المبلغ الى 450.000 دولار خلال الفترة الاخيرة